اشتركوا في القناة هل في مصلحة الضرائب؟ الموقف اختلف في التعامل هل مع المنظومات المختلفة ومحاولة التطوير المستدامة من خلال يمكن التلات اربع سنوات الماضية؟ هل الوضع اختلف فعلا؟ هل الواحد مش هيجيله الانهزاز اللي بيجيهوله ده؟ معنا النهاردة مشرفنا الحقيقة ومنورنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا طبعا أستاذ الدكتور محسن كمال الجيار مدير فحص مصلحة الضرائب المصرية أهلا بك يا دكتور محسن سلام بحضرتك منورنا يا فاند ده نور يا فاند ما أنا سايق جدا أن أنا مع حضرتك في برنامج الاقتصاد والناس عشان نوضح للسادة المشاهدين تطور اللي بيحصل في مصلحة الضرائب في الوقت الحالي ونكون داعمين لبلدنا ان شاء الله خلال الفترة اللي جاي بإذن الله يا رب يا رب طب بجد يعني في بداية الأمر كده هل اللي أنا كنت تقوله أنا كمواطن عادي كده لطيف صريح أنا فعلا لما كان بيجي لي جواد من مصلحة الضرائب بقى لأ بصراحة لأنه مش عارف هروح فين هعمل إيه وبعدين عندنا كان لفة طويلة ده الكلام ده أنا بقولك من يجي عشر سنين مثلا تطلع فوق مكتب معرفش مين وتنزل تحت هل فعلا صحيح أنه خلال التلات أربع عوام كما يقال في كل الأماكن يعني أنه فعلا العمل بدأ يتم تنظيمه بشكل عالمي بشكل أف تلف عن ما سبقا هو الحياة زي ما حدرت فضلت في البداية أنه كان فيه ألأ عام بالنسبة لأي مواطن بيبدأ يتعامل مع مصلحة الضرائب نتيجة لوجود مجموعة من البيروكراتية في العمل في مصلحة الضرائب المصرية إلا أنه فعلا في بداية 2018 بدأت مصلحة الضرائب في خطة تطوير كاملة لجميع أرداء المصرية آه في بداية 2018 والحقيقة اعتقادنا الأساسي ورؤيتنا الأساسية في خطة التطوير هو بناء الثقة بين المصلحة الضرائب المصرية والمتعاملين مع مصلحة الضرائب سواء المواطنين أو الشركات أو الممولين الضرائب فيما يتعلق بالمواطنين من المواطن اللي هو المفروض يتعامل مع مصلحة الضرائب؟ أي مواطن موجود في مصر؟ أي مواطن يقدر يتعامل مع مصلحة الضرائب إحنا بدأنا نحط منصات إعلامية ومنصات للاتصال بين المواطنين بشكل مباشر دون اللجوء إلى المأمورية من خلال مركز الاتصال من خلال الموبايل أبليكيشن من خلال المنصات الإعلامية أو الإلكترونية اللي هيتم إن شاء الله خلال خطة التطوير اللي جاي بإذن الله من خلالها هيقدر المواطن يقدر يتعرف على الضريبة بتاعته اللي هيتفحها قد إيه أو إن هو لو هيروح يشتري السلعة السلعة لان عليها ضريبة ولا لا؟ الله بجد يعني كمان ده للمستهلك كمان المستهلك والمواطن مش بس للممول لا لا للمواطن العادي طب مين في المواطن العادي اللي يعتبر ممول اللي بيسموه شخصية اعتبارية ده يعني هو ده الشخصية الاعتبارية اللي هو مين؟ لا المواطن حضرتك المصري فيه نوعين من الضرائب بتفردوا عليه ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة أي مواطن مصري بيجي له دخل فبيفرض عليه ضرائب مباشرة حلو أنا بقبض مثلا مرتب فبيدفع ضربة كذب عامل أنا مثلا بكون محامي أو مهندس أو مهني فبدفع ضربة مهن حرة أنا صاحب محل مثلا وتاجر بدفع ضربة تجارية وهكذا أنا صاحب عقار فبدفع ضربة ثروة عقارية فبيجي لي دخل في نفس الوقت برضو المواطن وهو بيعمل عملية الإنفاق بيشتري حاجة بيدفع حاجة وهو بيشتري الحاجة دي بيدفع ضربة على قيمة معلش أنا أستاذنا حقيقة الإيميل موجود على الهوى برضو أستاذ المشاهدين حقيقة ديتوننا تفضلتوا ديتوننا بالضبط كده عشان بس تبعارفين ده الإيميل بتاع مصلحة مركز الاتصال مصلحة الدرائب مركز الاتصال بتاع مصلحة الدرائب لأي تساؤل فقا تستفسر عن أي تعامل تستفسر عن أي فئة ضربية تستفسر عن هدفع ضربة ولا لا أنا خضع ولا أنا معفي أي حاجة حضرك وردت بأفكارك بخصوص الدرائب ممكن بتتواصل مع مركز الاتصال وهيقدر يرد عليه في أي حاجة معلش أنا قطعت كلام حاجة كنا بنكلم في التطور بالضبط كده التطور عندنا في مصلحة الدرائب المصرية بيشمل محاور متعددة محور خاص بالتعامل مع المواطنين أو التعامل مع المتعاملين مع مصلحة الدرائب المصرية حقيقة إحنا تبقى أن رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي كمصلحة الدرائب المصرية ليها دور كبير في عملية التحول الرقمي واللي ابتدناها في خطة التطوير الخاصة بين ابتدينا الموضوع ده من خلال منظومة الإكرار الإلكترونية وأصبح دلوقتي لكل الممولين والمسجلين في الضريبة على الكيمة المضافة لازم إكراراتهم تتقدم إلكتروني وبالجزب الممولي ضرائب الدخل الأشخاص الاعتبرية شركات الأموال بتقدم إكرارها الإلكتروني الوقت الحالي السنة دي هنبدأ نستقبل الأشخاص الاعتبرية لها سواء شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة هتبدأ تقدم إكرار إلكتروني وأصبح من الجواز للمنشآت بقى اللي هي الفردية اللي هي الأشخاص العاديين خالص للمنشآت الفردية إنه هو ممكن يقدموا منشآت فردية زي واحد فتح محل بقال واحد معرفش أه بس صحيح منشآت فردية يعني الحاجة باسمه باسمه نوع شريك يعني وخبال حضرتك يقدم إكرار إلكتروني أو ممكن يقدم إكرار ورقي لكن إحنا بنقول إن إحنا من السنة الجاية إن شاء الله كل حاجة هتبقى إكرار إلكتروني في حالة مثلا سيف أول خطوة هيكولت هل الأشخاص العاديين بدأوا يقدموا إكراراتهم أو وجب عليهم إنهم ما يقدموا إكراراتهم إلكتروني ده مسجلهم يضرب على كيمة المضافة يعني خلاص ماينفعش ده يقدم ورق غرق يعني ده انتهى ده انتهى الموضوع طبعا يسوأل فني هل يعني في ناس ممكن تكون لا تجد القراءة والكتابة ومعندهاش مصدر للإنترنت هل ده في صعوبة ولا مع الزمن كل الناس هتتعامل لا أنا مسجل في مصلحة الضرائب المصرية معنى كده إن عند حضرتك بطاقة ضربية معنى عن حضرتك أنت عندك بيزنس يعني في بيزنس حضرتك لا حد ممكن يكتبلك بالضبط كده بيزنس ده ممكن وعند حضرتك محاسب شغال معاك أو ممكن يكون محاسب قانوني بيساعدك في عملية المراجعة واعداد واعتماد القاوم المالية الخاصة فيك فلو حضرتك ما عندكش القدرة بتبدأ تستعين بمن هو حولك عشان خاطر يبدأ يقدم الإقرارات بس كله خلاص يعني خلاص كله يقدم الإقرارات يعني من حسن ما فهمتم كلام حياك إنه غالبا إن شاء الله من السنة الجاية كل الممولين هيقدموا الإقرارات بتعطهم عبر الباو الإلكتروني سؤال فني معلش هل لما تم العمل على مراحل في التحول الإلكتروني هل فرق في حصيلة الدرائب؟ آه مما لا شك فيه طبعا آه طبعا لما بدأت أبدأ أوصل لي عملية التحول الرقمي معدل نمو الحصيلة ازداد بمعدل كبير نتيجة إن أنا بدأت من التحول الرقمي إن أنا أبدأ أضم جزء كبير من الاقتصاد الغير الرسمي إلى المنظومة الضربية أخذتنا أنت اللي دخلتنا في الموضوع كويس بالضبط كدر آه لإن أنا هدف الأساسي من عملية تطوير مصلحة الدرائب أنا مؤمن جدا إن أنا ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي طبعا طبعا رؤية وزارة المالية في إعداد الخطة هي كانت مبنية على مجموعة من الأسس اللي أنا أبدأ أحدد من خلالها العدلة الضربية وإن أنا أبدأ أزود الموارد الدولة من خلال توصيع قاعدة الممولين عن طريق ضم الاقتصاد الغير الرسمي فأنا أقول لحضراتكم وأقول لأستاذ المشاهدين الموضوعنا بالضبط يريد كان سابقا المسجل لما بيجي يقدم إكرار ضريبة القيمة المضافة كان بيكتب رقم المبيعات فقط رقم إجمال المبيعات بيكتب رقم إجمال المشتريات وبيبدأ يدفع ضريبة وبيعتب كذا وخلصت عليك لما بدأت أعمل منظومة الإكرار الإلكتروني أنا طلبت من المسجل وهو بيعمل الإكرار الإلكتروني يكتب كل فواتير البيع ويكتب كل فواتير الشر أي وأصبح دلوقتي المسجل كتب فواتير البيع لمسجلين آخرين وبدأ يقدمني الـ data ديان عندي بقى عندك شبكة بقى عندي شبكة فأنا دلوقتي عرفت المسجل سين باع لمين باع إيه لمين وباع إيه لمين بكام أروح أنا رايح للإصادة اللي باع له أنت اشتريت ولا ما اشتريتش فأبدأ أبص على الإكرار بتاعه لإما يكون اشتريت لإما يقول أنا اشتريت أو ما يقولش إن أنا إيه اشتريت واخر باحيك فلو نتخيل بقى حضرتك إن ده باع وده اشتري وده حضرتك ما كتبش يبقى ده حضرتك مداني أو متهرب أو متهرب طب لو نتخيل إن ده اشتري وكتب إن أنا اشتريت وده ألا ما بعتش يبقى ده متهرب وده اللي دفع إدارة مستحتة الدرابة المصرية إن هي تبدأ تنشي وحدة تحليل المخاطر يعني إيه تحليل المخاطر إن أنا أبدأ أدرس الملفات اللي فيها درجة مخاطر مرتفعة أوه ممكن تعرض للكلام اللي حاجة بتقول نتج عن فحص عينة من المخاطر إن أنا عندي 122 ملف ده كانت حجم العينة اللي عندها طبعا ظهر من 122 ملف ما يقرب 58 ملف 158 ملف عاملين فاق الضريبي ما يقرب 85 مليون جنيه مصري يا ربي في العينة العشوائية دي عينة عشوائية كده ده هل ده تجاري فقط ولا بيزنس ولا بيزنس بيزنس فاعتبرنا الموضوع ده أساس في مكافحة التهارب والضريبي وفي الوقت الحالي إحنا بنشر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية إدارة تحليل المخاطر إن أنا ببدأ أنزل في الوقت الحالي أفحص الملفات عالية المخاطر اللي هي أنا اشتريت وما كتبتش إن أنا اشتريت في الإقرار بتاعي أو أنا باعت وما كتبتش إن أنا باعت ما كتبتش إسمك عندي بالضبط اللي عملته أو بالضبط كده مصرحة التهارب هتيجي وتقول لي فين الفلوس اللي عينة أوكي أوكي تاني فبالتالي التحول الرقمي في منظومة الإلكترال الإلكترونية السعيدة بشكل كبير جدا 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 طب مالا سؤال، هل في خلال سؤال إيتي شوية يعني ولكن هل السيستم نفسه اللي بندخل فيه المعلومات هو اللي بيعمل المقارنات دي ولا دي برضو بتتعامل بالأيدي العاملة لا يا فندم الموضوع كله إلكترونيك موضوع كله كله ما فيش أي حاجة أنا عندي data وعندي core system وعندي system بيسع لمئات الملايين من data ما فيش أي مشكلة عندي أنا بستلم بالعشرين مليون فاتورة في الشهر ما فيش أي مشكلة وهو اللي بينقل حسابات وفقا ليه أرقام التسجيل الموجودة لده كل مسجل وده كل مموضوع حلوة، يعني اللي بيدخل المعلومات هو ده البني آدم هو ده البني آدم وأنا هو بيقدمني البيانات بتاعته أنا في مصلحة الضرائب ببدأ أنقل بيانات دي وأبدأ أوزعها على الجهات التنفيذية عندنا على أساس إنهم يبدأوا يعملوا عملية مكافحة التهار بالضريف يعني طيب، طيب كويس قبل ما نخش في الفقرة الجاية هنطلع فاصل سريعي دكتور محسن هستأذن حياك هنشوف تقرير هنطلع فاصل أعزائي المشاهدين نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نستكمل حوارنا على الحياة مستنير جداً مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محسن الجيار مدير فحص مصلحة الضرائب المصرية في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضرائبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضاً مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضربي فقد نفذت المصلحة منظومة التحور الرقمي للضرائب لتطوير منظومة العمل الضربي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتقليل العدء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرارات إلكترونياً عبر الوебسايت من الجدير بالذكرى أن التحول الرقمي يعمل على تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه أو سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة يومياً على مدار العام وذلك بدون الاحتياج إلى أي أدوات أو برامج مساعدات تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كنا لسه بنتكلم حنتكلم في إيه بها بعد كده وحنكمل إحنا بتدينا بس في أول جزء من خطة التطوير وشرحنا بالسادة المواطنين إيه الهيكل وإيه الموقف بالضبط وقلنا على الرقم طبعاً 16395 لو أي حد عنده أي استفسارات من قبل أي حد لمصلحة الضرائب يتفضل طيب دكتور محسن نكمل بقى خطة التطوير بتاعة مصلحة الضرائب لأن ده يهم المواطنين كلهم على معرفة إن شاء الله إحنا في خطة التطوير مصلحة الضرائب في التحول الرقمي إن شاء الله هنطبق منظومة الفواتير الضرائبية الإلكترونية بيزنس تو بيزنس يعني أي مسجل أيوة بي تو بي بي تو بي بيزنس تو بيزنس يعني إيه بقى بردو نفهمها للنفس كده معي بالراحة أصلاً أنا عندكم حاجتين في بي تو بي وبي تو سي تمام أنا عارف البي تو بي بس نفهمها للاشتاد المشهدين بي تو سي دي أنا شخصاً كم شفاهمها بيزنس تو بيزنس إلي هي من مسجل إلى مسجل يعني ايه برد معرفة يعني مثلا أنا مسجل هيبيع لمسجل آخر كان في الأول كان ممكن يبيع له بفاتورة ورقية فاتورة من خلال السيستم بتاعه فاتورة وخدصة ايا كان فاتورة احنا من بيزنس تو بيزنس الفاتورة اللي هيطلحها المسجل اللي بايع للمسجل هيبقى فيه مركز المركز ده حضرائك لازم تمر عليه الفاتورة إلكتروني دوره أنه هو يتلقي ويعتمد ويراجع الفاتورة اللي رايحها لهم هسجل من حيث ايه يعني ايه مراجعة الفاتورة مراجعة الفاتورة حضرائك انه هو بنقدر بنقدر نرائب حركة السوق اللي موجودة من خلال المركز اللي هيجمع الفواتير هنرائب السوق هنرائب الأسعار هنرائب حركة البضاعة هنرائب مين اشتغل من مين ودي اللطيفة سهلة خدصة بالظبط كده طب معلش سؤال جنيبي قبل ما نكمل معلش انا قاسف انا دايما معلش الدكتور معسترات انا ما هستفيد منك وانت موجود في بعض الدول بيبقى خارج المنتج من المصنع لو بنتكلم على منتجات خارجة من مصانع وحركة التجارة عليه السعر قريدي وعليه همش الربح بتاع تاجر الجملة وتاجر التجزئة هل ده سيستم صعب تضيقه في مصر وبيحصل في الادوية على ما اعتقد انها تبقية المنتجات يعني حضرت لو هنتكلم على قضية التسعير المنتجات احنا دلوقتي في مرحلة الاقتصاد الحر يعني انا شركة محلية وجنب مني مستثمر اجنابي وجنب مني براند وجنب مني شركة من بلد تانية عند شركة عالمية عند شركة متعددة الجنسية عند شركة تعبيرة الحدود وعند شركات دولية انا لو اكبرت الشركات المصرية على كده هكبر الشركات الانترناشنال والمالتيناشنال كروس كوليباليزيشن ازاي هكبر الحاجات دي صحيح فإحنا في سوق مفتوح لتصاب بتاعنا خاص بجداً لأي بيزنس وكمان مش كده وبس كمان أنا فرصة استثمارية لأي مستثمر لأن عدد القوة الشرائية عندنا ما يقرب المئة مليون مشتري طبعاً إحنا سوق كبير بالظبط كده فإنا يعني أنا مش هقدر أفرض سعر محدد على كل سلعة لأ أنا شايف إن السوق مفتوح السوق في متنول الجميع في السلعة الرخيصة أو السلعة المتوسطة أو في السلعة الغالية وعلى المستهلك هو اللي هيبدأ يشتريه أول مرة حد يفسرها لي بالشاء والله لأن أنا سألت سؤال ده كزمر طيب معلش هل مدام دخلنا في السكة دي خطة التطوير اللي بنكلم عليها من خبل وزارة المالية هل أحد أهدفها جذب الاستثمارات ورواج السوق ولا بس الهدف هو يعني تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب لأنه برضو ده سؤال ممكن حد يسأله يعني أي مستثمر أجنبي لما بيجي يدرس وضع استثماره في أي بلد خلاف البلد بتاعته بيبدأ أول حاجة يسأل على مدى تحقيق العدالة الضربية صح البلد فيها عدالة ضربية ولا ما فيهش عدالة ضربية صح عايزين نتفع يا فاندم أنه كل ما أبدأ أبعد العنصر البشري وأبدأ أخش فيه التحول الرقمي والمنظومة الإلكترونية ألا ببدأ حد أحقق العدالة الضربية المنشودة عند أي حد بيفكر في الموضوع هو مش بيسأل بس على أسعار ضربية بتاعتك كاب بيسألش بس على أنهبية ولا مش هبيعة لا بيسأل على العدالة الضربية لأن هو بالظبط كده هو بيبقى عنده منطقة مثلاً في الشرق الأوسط أسعار ضربية كذا منطقة مثلاً زي منطقة شمال مثلاً أفريقيا الأسعار الضربية بتاعته كده فببدأ بيشوف ماذا العدالة الضربية في الموضوع ده وأنا عايز أبشر حضرتك أبشر السادة المشاهدين أن في تقريب بيزنس داينج 2020 اللي تم الحمد لله نشره في نهاية بسمبر اللي فات الحمد لله مصر تقدمت في المراكز التنافسية لأسواق الاستثمارية خمس مراكز وأعايز أقول لحضرتك أن الداعم الرئيسي لقفزة مصر الخمس مراكز ده هو التحول الرقمي لمصلحة الدرائد المصري طبعا لأن ده ميزان اللي بيمسك وقدر يجزب في المستسبب وطبعا لده ميزان البنك الدولي يعني وهو دي جهة أجنبية جهة خارجية هي محايدة هي اللي بتيجي تبدأ تقيس الاقتصاد بتاع بلدي والاقتصاد بتاع البلدان الأخرى وكان كل ده ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الأخير يعني عايز أقول لي احنا ابتدينا من 2018 بالزبط كده فمنظومة البيتو بي ان شاء الله هتساهم بشكل كبير لتحقيق العدالة الضربية وتوسيع قاعدة موالين الضرائب وان هنزود الحصيلة الضربية بس مش على نفس الناس اللي بتدفع هنزود الحصيلة الضربية ان احنا نجيب جزء من الاقتصاد الغير الرسمي او كل الاقتصاد الغير الرسمي يدفع ضرائب معانا فبالتالي الحصيلة الضربية مش من نفس الناس اللي بتدفع لأ من الناس جديدة وعلشان خاطر كده وقدرة على الدفع هو الاقتصاد الغير الرسمي عنده بيزنس عنده بيزنس شجالي حابب إنه هو ما يخوشش جوه الاقتصاد الرسمي هل عشان نجزب الاقتصاد غير الرسمي هل برضو لازم يبقى فيه شوية محفزات من خبر مصلحة الضراج؟ إحنا إن شاء الله في منظومة الـ B2C بقى أيوة بإذن الله اللي هي الفكرة المشروع الثالث اللي إحنا إن شاء الله مزعمين إن إحنا هنبدأ ننزله بإذن الله إنه هو أي مسجل هيقدر يطلع فاتورة إلى مستهلك نهائي هيطلع برضو فاتورة إلكترونية ضربية حيلو أنا بقى هجزب المستثمرين هنا إن إحنا هنعمل حافز للمواطنين إن شاء الله إن أي حد هيبدأ يشتري فاتورة بفاتورة إلكترونية هنقدر نحقق له حافز قد يكون الحافز ده في شكل النقاط قد يصرفها نقدم ممكن يصرفها بشكل ممكن يتخصن من الدرائب ويخدها في شكل سلع غزائية لسه لسه ما تحددتش الضابط الخاصة بعملية الحافز ده الفئة معينة جدا من لا ده أي مواطن أي مواطن هيروح يشتري فاتورة ضربية إلكترونية بس جدا بإذن الله ده من خطتنا إن شاء الله في تحفيز المواطنين نستخدم القوار الشعبية إن هي تبدأ تشتري فاتورة هتشتري فاتورة هتاخد حافز طب الكلام ده حضرك موجود قانونة آه موجود قانونة في المادة 74 من قانون سبعة وستين لسنة 2016 قانونة درائبة كمال مضافة مادة 74 يخصص بحد أقصى واحد في المية من حصيلة مصلحة الدرائبة المصرية ضربة كمال مضافة حافز لمين؟ للناس اللي معاها فاتير ضربية أوكي ده حافز عشان يتحول بقى عشان يجي يقول إيه أنا هشتري فاتورة ده هشتري فاتورة ده يعني سيء مثلا الراجل اللي بيبيع خضار في الشارع لو راح اشتري منتاج الجملة بفاتورة بفاتورة بالظبط كده هياخد حافز ما فيش أي مشكلة بالظبط كده بدل معاها فاتورة ضربية طيب بالنسبة بقى طب في هذه الحالة هيدخل بقى ضمن المنظومة حيخش ضمن المنظومة هيبقى معابطعة ضربية وهيبدأ يدفع الضرايب اللي عليها وهيبقى ليه وعليه يعني أي حد في بلدنا فكرة إن أنا بساهم بجزء من دخلي للضرايب موحدة لك مش بتتفحها ضرايب لدولة أجنبية انت بتتفحها لبلدك لمصر طبعا لمصر طبعا كده انت هتدفع ضرايب لبلدي دي معناها إن هي هتبدأ تزود من موارد الدولة هزود من موارد الدولة ده معناه إن أنا مش هاخد دين ليه مش هتاخد دين لإنك أنت هتقل الموضوع للعجز تمام ومعناه إن أنا مش هاخد دين معناه كده إن أنا مش هدفع فوائد على الدين فكل دوا ببدأ أعمل فيه زي ما بيقولوا كده ترشيد للإنفاق ولما برشد في إنفاق الدين وبرشد في إنفاق الفايدة فأنا بزود الفلوس دي لخدمة العامة صحة أو تعليم وطرق وزي ما إحنا شايفين كده جماعة إن في أكتر من مشروع قومي في بلدنا بيتم دعمه بشكل أساسي من الموازنة العامة للدولة صحة زي بالضبط كده منظومة تأمين الصح الشامل اللي يبدأ إحنا بيها كمصريين كلنا إن إحنا يبقى عندنا منظومة تأمين هتواجدت موجودة فعلا وموجودة في برش سعيد وهتبدأ تنتقل من برش سعيد للمحافظات الأخرى طب ده من خلال إيه؟ من خلال دعم الموازنة العامة للدولة ومن خلال الضرائب اللي هي حصيلة الضريبة عامة بتمثل أدئة في المية من الموازنة العامة للدولة إحنا في سنة 2018 2019 السنة اللي فاتت إحنا حققنا 659 مليار ما يقرب 75% من الخزانة العامة للدولة مبلغ محترم بالضبط كده وده مع العلم إن فيه فقد نسبة فقد فقد طبعا هو الاقتصاد الغير الرسمي اللي هو بالزبط الاقتصاد الغير الرسمي الاقتصاد الغير الرسمي اللي هو بالنسبة لي بيستخدم نفس بيستخدم نفس الظروف الصحية وبيستخدم نفس الأمن العام وبيستخدم نفس المقاومات للحكومة بتصرف عليها بس الفرق ما بينه وما بينه إن أنا بطفع ضرائب وهو مش بيتفع ضرائب أنا بمول وبتصرف علينا أنا هو بنفس الكفاءة بس هو ما بيشاركش في العملية التامية طيب نكمل بعد البيتو سي هم خمس محاور المفروض صح؟ بالضبط كده ده حضراك بالنسبة لي محور التحول الرقمي سواء الإكراد أو بيتو بي أو بيتو سي أنا بعد كده إن شاء الله في محور الخاص ببيئة العمل في مصلحة الضرائب المصرية بالضبط كده أنا إن شاء الله هنوصل في خطتنا إن إحنا نبدأ نتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية من غير أوراق خالص هنبدأ نتعامل من خلال الإيميل هنبدأ نتخاء هنبدأ نتعامل من خلال المنصات الإلكترونية هنبدأ نتواصل مع الممولين من خلال مركز الاتصال وبمناسبة مركز الاتصال هو 16.895 أنا بدعو كل المواطنين إنه هما لو عندهم أي مشكلة ضربية عندهم أي استفسار يكلمون على الرقم ده في عندنا IVR اللي هو التفاعل بالكلام وعند CRM إنه أنا بتلقى الشكوى خلال وقت معين ببدأ أحدد لحضرتك وكمان ببعط لحضرتك للممولين بقى SMS بموعيد تقديم الإكرار وإنت دفعت ضرائب ولا ما دفعتش ضرائب وإنت تأخرت ولا ما تأخرتش ببعط لك SMS بموعيد الليجان بتاعت حضرتك سواء الليجان داخلية أو الليجان خاصة بالطعم ببدأ أبعط حضرتك عملت على السوشيال ميديا مركز اتصال صفحة على فيسبوك بحيث أن أي حد على الفيسبوك يقدر يتابع معي يقدر يعرف أي أخبار عن مصلحة مركز اتصال مصلحة مركز اتصال مصلحة ضرائب المصرية على فيسبوك وده كانت منصة للتواصل مع المولين خلاف أن احنا في بداية السنة دي بنزلنا الموبايل أبليكيشن حلوة ده بإسمه مصلحة ضرائب المصرية موبايل أبليكيشن ده بيبقى حضرتك على الموبايل سواء كان على جوجل بلاي أو أبل أي نظام حضرتك احنا على الموبايل تقدر تعرف أماكن المأموريات لو حضرك عايز تتواصل معهم بشخصة تقدر تتواصل بمركز الاتصال من خلال الموبايل أبليكيشن تقدر تحدد مثلا أن الشركة دي اللي أنا هروح أشتري من عندها الرقم التسجيل بتاعها ده سليم ولا من سليم حلوة ده نزل ولا لسه منها نزل أفادي نزل مشغال عدم مرحلة التاسد هل ممكن أقدم عليها إخرارات ممكن حضرتك فيه عاملين ماسان بوينت انت حاك تعمل تلك عليها ينقلك على الموقع الخاص حلوة ده جميل كده احنا خلاص للأسف احنا وقتنا انتهى دكتور محسن بس يعني سؤال أخير معلش بسرعة كده في موضوع إنهاء المنازعات هل أنا هكت عايز تتكلم فيه برضه هل ده برضه هيتم بشكل إلكتروني ولا المسألة هتبقى ماشية برضه بالورق زي زمان لا هو الحمد لله رب العالمين احنا أنجزنا 77% من حجم إنهاء المنازعات الضربية اللي تقدمتنا تقدم لنا حوالي 126 ملف تم إنهاء منه تم إنهاء 126 ملف من الأصل 163 ملف 163 ألف ملف كانت الحصيلة ألف ملف ألف ملف الحصيلة بتاعتي كانت عبارة عن 104 مليار من وراء الموضوع لإنهاء المنازعات الضربية الحمد لله رب العالمين معالي الوزير كان مصر جدا إنه بيتم مايكانت كل المنازعات الضربية والحمد لله تم مايكانت اللي جام بشكل متكامل وأصبح دلوقتي العمل في إنهاء المنازعات الضربية بشكل احترافي بشكل أكبر من خلال منظومة إلكترونية والحياء دلوقتي فيه قانون لمد فض إنهاء المنازعات الضربية في مجلس الشعب إن شاء الله هيخرج خلال الفترة القريبة من خلال هذا القانون هنبدأ نساعد الناس بشكل كبير جدا إنها تبدأ تلجأ للمصلحة علشان تبدأ تنهي منازعاتها الضربية بشكل أكبر بعيدا عن أي بقى محاكم ولا محاكم بالزبط كده قبل ما تخش قبل ما تخش محاكم يعني المواطن يتطمن إنه حتى لو عنده مشكلة مع مصلحة الضربية بيتم حلها أسرع لأنه فيما سبق بيتيالي كان بتاخد وقت كان بتاخد وقت طويل وكان بيبقى فيه عراقيل بشكل أكبر لأن بعد ما أصبح الموضوع مميكان إن شاء الله يبقى الموضوع أبسط هل تم تدريب العمالة بقى على الميكانة الجديدة ده محور أساسي من محاور تطوير المصلحة إن إحنا إن شاء الله العمالة في مصلحة تطوير المصلحة هيتم تدريبها وتطويرها بإذن الله تعالى هو طبعا فيه في تدريب جزئي في الوقت الحالي يخبر التدريب بشكل كامل إن شاء الله بكل مشروع هيبدأ ينزل هنبدأ ندرب العاملين عليه بحيث إن هما يوجبوا عملية التطوير دي بإذن الله هاي مرسي دكتور محسن تعبنا حضرتك معنا والله يكرمك مرسي يعني الحقيقة بنشكره شكر جزيل جدا أستاذنا الأستاذ دكتور محسن الجيار مدير فحص مصلحة الدرائب المصرية يعني الحقيقة يعني أفابنا النهاردة الحلقة كانت دسمة بعدد كبير جدا علينا عشان نتطور ما نعودش نشتكي وما ندفعش نشكرك عزيزي المشاهد بنشكر ضفتنا العزيز شكر جزيل إن شاء الله نشوفكو في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس